جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال الشرطة المصرية بعدها السابع والستين تكسيدا لقيمة تضحيات رجالها الأبطال ووفاء لما يقدمونه من جهود في معركة البناء والبقاء حيث يجابون خطر الإرهاب ويمحون الخوف من قلوب المصريين ويبثون الأمن والأمان في كفة ربوع البلاد وأكد الرئيس السيسي في كلمته أمام الاحتفال أن ما واجه الوطن من تحديات خلال السنوات السابقة هي أصعب ما واجهه على مدار تاريخه الحديث وأن التاريخ سيكتب أسماء وبطولات كل من ساهمه خلال هذه الفترة القاسية في حماية وطنه والدفاع عن مقدرات شعبه محذرا من أن الطريق لم ينتهي بعد وما زالت هناك تحديات صعبة لعل أخطرها محاولات جامعة الظلام أعاقة الطريق الذي تم تخطيه وتحقيق نجاحات فيه وذلك بغرض ترويع المجتمع ظنا منهم أنهم يستطعون تحقيق أهدافهم الخبيثة وتقديرا خاطئا لقوة وصلابة الشعب وأبنائه من القوات المسلحة والشرطة وفي هذا الإطار يقع دور على المواطن في التصدي لمحاولات إثارة الفتن المغرضة من خلال مواجهتها ووجئها وتمسقه بقوة ناسيجه الوطني على مدار التاريخ وعدم السماح بأي توطرات سواء على الصعيد الطائفي أو من خلال خلق أي حوادث تهضف إلى العبث بأمن الدولة عبر نشر الإشاعات والأكاذيب وإشعة جو من الخوف والقلق وزعزعة الاستقرار ما يساعد في تهيئة بيئة مناسبة للإرهابيين الذين يستهدفون الدولة المصرية بتمويل مجبوه من أعدائها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعشرين من يناير نتحدث مع ضيفين الكريمين سيادة الواء محمد زاكي مساعد وزير الداخلية سابقا أهلا بك سيادة الواء معنا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ بلال أدوي أهلا بحضرتك أستاذ بلال أهلا بحضرتك فلال سيادة الواء يعني أولا الاحتفاء بالخمس والعشرين من يناير لأسباب طبعا تاريخية تعود إلى عام الف وتسعمائة واتين وخمسين إذا ما بدأنا بها الحوار وحضرتك تذكرنا باختيار هذا اليوم عيدا لشرطة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم اسمحي لي أن أبدأ بتقديم تحية الإجبار والإعزاز لشهداء الوطن وأنا أدعو الله أن نتعافى في مصر من السعين إلى الحيلولة بيننا وبين مستقبلنا اللائق بنا بالنسبة ليوم 25 يناير له فلسفة معينة ويوم 25 يناير كان جاي سنة 52 كان فيه أوضاع محتقنة جدا على الساحة المصرية بصفة عامة وشديدة الاحتقان على الساحة الواقعة في منطقة القناة حيث يقع معسكر القوات الاحتلال البريطاني الرئيسي في الإسماعيلية وكان هناك حركة من النشاط الفدائي اللي موجودة في تلك المنطقة ضد مصالح البريطانية فيها وكانت العملية الفدائية تقوم بها مجموعات من الشباب المصري هذه المجموعات من بينها شباب مصري آخر ولكنه ينتمي إلى جهاز الشرطة فلم يكن هناك فارقا ما بين هذا المصري وهذا المصري إلا في حاجة واحدة بس أن المصري الذي ينتمي إلى جهاز الشرطة عنوانه معلوم لدى العدو أو لدى الجانب الآخر والتاني عنوانه غير معلوم ولذلك أنابت الشرطة نفسها عن باقي الفدائيين في تحمل رزالة وعنف الجانب البريطاني حسناك أن القائد البريطاني البريجادير إكسام تقدم باختار لقوات الأمن التي كانت تضم مجموعات لا يتعدى عددها عن 850 أو أكثر شوية في مقابل 80 ألف جندي بريطاني في القاعدة وطلب من القادة الميدانيين في الشرطة أن ينسحبوا إلى القاهرة ورفضوا هذا وكان هؤلاء الجميل في الحكاية أنه كانوا على ردبة اليوزباشة اللي هو النقيد من اليوزباشة مصطفى رفعت وكان اليوزباشة مرقص عبد المسيح وكان اليوزباشة شريف العبد وكان اليوزباشة عبد الكريم درويش وكل دول كانوا شباب والرجال اللي معهم كلهم في نفس السن شباب إنما هنا القيادة والقدوة والمسل والتناغم التام ما بين القيادة ومن معهم من أفراد ورجال الشرطة في ذلك الوقت خلوا القرار يبقى واحد وتجسدت وتناغمت القوة كلها في مواجهة المحتل اللي توجه بسبع تلاف جندي خارجين من الحرب العالمية التانية منتصرين ومزهوين بانتصارهم على الدبابة كانت أحدث حكا اسمها الدبابة السنتوريون وغير المدافع المدام غير باقي المدرعات لكي يعتدوا بكل هذه الوحشية على هذا البابنة أو البيت اللي فيه رجال الشرطة أنا طبعا معركة غير متكافئة لا 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 معركة أنت بتتكلمي على شرطة مسلحة بتستطيع الشرطة التقليدي اللي هو يعني الخاص بالحراسة ودوريات طبعا مش بتاعت حرب فأنت هنا العظمة بتاعت هذا التاريخ التفاعل والتناغم بين القائد والجندي القرار الوطني القدرة على التعامل في مواجهة هذا العنف والصلافة اللي في الآخر أدت إلى أنه بعد انتهاء الزخائر مع هؤلاء الأبطال قالوا أن احنا مش هنخرج من هنا إلا بأسلحتنا وفي هيئة طابور وفعلا خربوا بأسلحتهم وفي هيئة طابور مما أكبر القائد البريطاني على أداء التحية العسكرية للطابور الماشي قدامه أو الخارج قدامه ودي كانت أنا باعتبر فلسافة الموضوع أنها كان هناك كل في واحد أنه لك الجميع على قلب رجل واحد ليس فقط ما بين الأفراد والضباط ولكن ما بين كل المصريين الموجودين هناك بما فيهم مصريين جهاز الشرطة تمام طيب هذه الفلسافة أستاذ بلال يعني إزاي نحييها ويعني نعظمها رسالة للأجيال الجديدة اللي ربما يعني خافي عن أدهنها أسباب اختيارها هذا اليوم عيدا للشرطة المصرية يمكن أنا قبل ما أركز على سؤال حضرتك هربط بنقطة مهمة جدا إن أنا كنا مجموعة من الصحفين اللي استطعنا نحن نتواصل مع سيادة اللواء مصطفى رفعت اللي هو زي ما قال سيادة اللواء اللي كان مسؤول الضابط وقتها كان بردبت نقيب وهو كان البطل لأحداث الإسماعيلية واللي قام بدور كبير جدا فيه التصدي وقيادة القوات والتصدي لقوات الإنجليز اللي هو مصطفى رفعت أنا كنت التقيت به في فترة من الفترات وعملنا معاه مجموعة حوارات وتم نشراها في مجلة الشرطة اللي كان بتصدر عن وزارة الداخلية يمكن بعض الجمل اللي قالها اللي هو مصطفى رفعت ساعتها في 2006 تحديدا كان قال بعض الجمل إن فعلا كل ما قيل اللي هو قاله ده حقيق جدا وحصل فعلا وزاد عليه بإن هو كان طلب طلبوا منه تنكيس العالم في على المبنى الإسماعيلية محافظة إسماعيلية ولكنه رفض الحاجة التانية إن القائد الإنجليزي هناك شهد على بطولة هؤلاء الرجال العظام من رجال الشرطة كان فيما بعد قدم اعتذار فيما بعد كان مازال موجود في القاهرة البطل اللي هو القائد الإنجليزي وقدم اعتذار ليه شهداء الشرطة اللي هم عددهم تقريبا خمسين أو اتنين وخمسين وقدم اعتذار ليه موزار المقابر الخاصة بيه لابد قبل ما نتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي لابد أن نؤكد أن الشرطة المصرية من يومها وهي شرطة مناضلة شرطة رجال تحمي الأمن والسلم المصري الشرطة المصرية مش بس معركة الإسماعيلية الشرطة المصرية دي لها دور كبير جدا في مواجهة الجماعات الإرهابية اللي بدأت تخرج لنا من بداية السبعينات وحتى يومينا هذا من بداية السبعينات وحتى يومينا هذا جماعات وتنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان الشرطة المصرية مدربة على أعلى مستوى الشرطة المصرية لها خاصية للتعامل وحرفية في التعامل مع بعض الملفات الأمنية الحساسة عندنا جهاز أمن وطني دلوقتي قدر ونجح يمكن أنا كنت بقول السادة اللواء وبندردش قبل الهواء بنقول أن جهاز الأمن الوطني المصري نجح بدرجة كبيرة جدا 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 في الوصول لكافة خيوط التنظيمات الإرهابية التي أنشأها جماعة الإخوان بعد فضع تصام ربعة النجاحات دي أصفرت عن إحنا كنا الأول بنقاوم وكنا الأول برد فعل كنا أي عملية إرهابية بتحصل كان يتم القبض على بعض العناصر وكلام ده كله دلوقتي استراتيجية الأمن تحولت إلى عملات استباقية أقدر أجهد أي عملات استباقية لأن طبعا بعد العمليات ما كانت بتم استطاع جسد الأمن المصرية بتعاون مع نيابة أمن الدال العليا نية تحصل على معلومات عن التنظيمات نشاطاتهم فاتضح أن الخريطة بدأت تتضح عند جهاز الأمن المصر وبالتالي قدروا يعملوا عمليات استباقية وإذا اللي احنا شفنا في بعض المناطق اللي كان موجود فيها التنظيمات اللي جماعة الإخوان قدرت أن هي تنشئ تنظيمات فيها زي أنصار بيت المقدس واللي أجهد التنظيم وبعد القبض على عدد من عناصره واختيار مدي كلها دلوقتي نتكلم عن حركة حسم والصورة اللي هم اعترفت جماعة الإخوان بأن هم الجناح العسكري لهم حركة حسم طبعا المجودات اللي بتبذولها الشرطة في مواجهة حركة حسم ده تحديدا وده تنظيم كبير جدا واتضع أنه يطلق قولا واحدا تبقى لإعترافات الأعضاء يطلق عليه الجهاز السري لجماعة الإخوان حركة حسم تساوي الجهاز السري لجماعة الإخوان والجهاز السري المسلح قدروا أن هم يقوموا بعض العناصر ليه ويعملوا ضربات استبقية في الفيوم ناشط جدا كان فيه ناشط نتيجة وجود عناصر في الأساس من أن هم أعضاء في مجلس في مكتب الإرشاد جماعة الإخوان كانوا موجودين في الفيوم وبالتالي التنظيم كان ناشط في الفيوم نتيجة وجود بعض العناصر قدافي كان موجود محمد كمال اللي هو كان قائد التنظيم موجود في أسيوت فالتنظيم كان ناشط في أسيوت فقدرت الشرطة تجهد بعض العملات في أسيوت وتسيطر على بعض العناصر وكل هذه العمليات ليها قيمة كبرى في تجنب وقوع العديد من العمليات الإرهابية كانت تنوي هذه الجماعة القيام بها لكن اسمح لي طبعا يعني مهم أن نحن نذكر كل هذه الأمور اللي بتواجهها الشرطة في مواجهتها للإرهاب لكن اسمح لي أعود مع سيادة الواق عند الفلسفة سؤالي اللي كان لحضرتك وأكيد هاخد تعقيد حضرتك أستاذ بلال عليه لكن أنتقل إلى سيادة الواق الفلسفة اللي بنتكلم عنها في ذكرى عيد الشرطة وهو التلاح ما بين جهاز الشرطة وما بين المواطنين كونهم على قلب رجل واحد في مواجهة أي تهديد يعني يواجه الوطن هادي روحي لأي مدى تلمسها الآن أنا مش أنا بس هاولك أي روح تلمس يعني هو في الكلمة المرتجلة التي سبقت الكلمة المكتوبة للسيد رئيس الدولة يوم الاحتفال بعيد الشرطة وقال قال أنه كل واحد بيكلمه وبياخد الوسام التقدير للشهيد بيقوله أنا عندي تاني وعندي تالت عايز أقدمهم للدولة دي نقطة وبعدين قال ايه كمان قال أن البطل هنا هو شعب مصر شعب مصر اللي يتحمل كل الأعباء الخاصة بتجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية وأيضا سيستمتع إن شاء الله بمبشرات الرؤية المستقبلية الاقتصادية الجيدة إن شاء الله دي نقطة نقطة التانية اللي أنا بقول لحضرتك عليها إنه لا يمكن هيكون فيه أي نجاح لعملية أمنية إلا إذا مرتكزت على حجر الزاوية أساسي وهو المعلومة هذه المعلومة يقدمها المواطن طوعية واختيارا لهذا الجهاز الأمني في حالة ما إذا كان على قناعة تامة بعدالة واجب هذا الجهاز الأمني وعلى فكرة هذه المعلومة مش بتتاخد كده طبعا بتوضع في الاعتبار بس بيتم تحري مصداقيتها وتحليلها وتقييمها وتصنفها ووضعها في الاعتبار الأساسي للعمل الخاص بالمواجهة التاكتيكية في الشارع أو اللي حضرتك تفضلت دلوقتي العديد من العملات الاستباقية تم خلالها ضبط عناصر إرهابية كانت واضح أنها تعتمد على المعلومة من خلال المعلومة المظبوطة المعلومة كانت تعتمد على إنسان إنسان بيسق في إنسان آخر وبيسق وعنده هدف وهو الحماية حماية الوطن وعشان كده ما بيتركش المعلومة لنفسه بل بيقدمها بيقدمها قيمة هذه المعلومة يفحصها جيدا وضعها في الاعتبار ودي في الجهد التكتيكي أو الجهد اللي بيحصل على الأرض طبعا بعد كده المواقع هتتخلف وحيبقى فيه تكفيف كامل لمنابع العنف مع المفروض الرؤية اللي احنا بنشوفها دلوقتي الأوضاع التحديث فيه أنظمة التعليم أوضاعها تنشيط عمل بيت العيلة ما بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ما بين أعمال التحسين أو الوضع الاقتصادي على دوق المبشرات اللي احنا كلنا بنشوفها بالإضافة اللي أنا بتقعه وبتمنى أنه يكون فيه احتضان إعلامي لعمل هام جدا وتحت شعار واضح جدا أنه لا عاصمه لنا اليوم إلا في تمسكنا بوحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي بحماية قيامنا من العب من خلال إعلام مترشد من إعلام تحبيب وترغيب وليس تخويف ولا تنفير من خلال قدوة ومثل موجودة في المجتمع وده أعتقد أن ده الدولة في سبيلها إلى بدء في المرحلة القادمة تماما تعقيبك أستاذ بلال يعني سيادة لواء رأى أنه وجود استراتيجية إعلامية واضحة لأننا نتحدث فقط عن برامج تلفزيوني نتحدث عن كل يعني ما يتعلق بالنخبة بالمتقفين بالفنانين الأي ماذا هي أه يمكن أن تساهم في إصال هذه الرسالة اللي بنتحدث عنها اليوم؟ يمكن في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الرهان الأكبر على الشعب الرهان الأكبر على الشعب إنه هو بيساعد الشرطة بنشوف ناس بتتروح بنفسها لإسم الشرطة بتبلغ عن مواصفات خاصة بإرهابيين بتبلغ عن ناس موجودة في شؤاء بالإيجار في بعض العمارات في مناطق نائية زي منطقة الوراء وزي منطقة بولاء وده اللي احنا شفناه كان موجود في بعض العناصر اللي كانت بتبحث عنها الشرطة أصلا وكانت عندنا معلومات عند الشرطة معلومات إن هي مطلوبة وبتخطط العمارات الإرهابية وبعض الناس كانت جات من سيناء وتمركزت في منطقة أرض اللي وإحنا كل المعلومات دي عند جهز الشرطة زي ما قلت لحضرتك كان البطل الأول فيها طبعا الشرطة اللي هي بتواجه البطل الأول فيها كان المواطن إن هم بيروحوا يبلغوا إحنا عندنا نمازج كبيرة جدا في الأبد على العناصر ضخمة جدا في قيادات التنظيمات الإرهابية اللي بتروع المصريين دي كان البطل الأول فيها المواطن المصري اللي راح بنفسه وأبلغ عن بعض العناصر الموجودة في ناس موجودة في شؤاء بيطلعوا بشونة سودا وبينزلوا الكراتين وحاجات كده فبيروح الأمن وبيجهد العملية دي وبيقبضوا وبيلاقي سلاح وبيلاقي طبعا مواد متفجرة وشديدة مادة السيفور كل ده كان هيتم تصدي بالمصريين وفي أسوك كمان متابعي أستاذ فلال يعني بما أن حضرتك صح فيه يعني إلى أي مدى هو مهم قيام الشرطة بتصوير هذه العمليات اللي بيتم فيها القبض على العناصر الإرهابية بالصوت والصورة والمحرزات اللي بيتم ضبطها إلى أي مدى هذا مهم في توصيل الرسالة وبيعاون عملكم كصحفي ده استراتيجية بتقوم بها وزارة الداخلية من أجل توصيق الحالة توصيق العملية وعملية أثناء الضبط إحنا بنتكلم فيه كل ما تم ضبطه بيتم تقديمه للنيابة ويتم تصويره من أجل الرأي العام يطلع عليه حتى يعني حتى يساعد الشرطة حتى يقدم من نفسه على مساعدة الشرطة وده شيء طبيعي جدا الشرطة مش هتتحمل لوحدها المخاطر والإرهاب لوحدها بدليل أن احنا شفنا زي ما نقولت لحضرتك عمليات القبضة على قيادات كبيرة جدا في التنظيمات اللي بتهدد أمن مصر اللي كانت طبعا احنا خلاص تم الانتهاء من تنظيم أجناد مصر اللي كان بيهدد مصر وكان بيقوم ببعض العمليات في منطقة الجيزة تحديدا وعمل عمليات فيه أمام جامعة القاهرة وفي تحت كبر الدقي وأمام محافظة الجيزة التنظيم ده كان بيقوم بنشط في الجيزة كان بيقوده أمام محمد أحمد عطية وكان ده راح تدرب في سوريا الحمد لله المصريين رجل مصري محترم راح بلغ في اسم الشرطة في الهرم وقال إن موجود عندي واحد أنا يعني بقاله ست شهور ما بيطلعش اللي بعد الساعة 12 بالليل وما بنشوفوش وكل الناس اللي طالع عنده كلهم ناس تقريبا كده احنا شكين فيهم وبيشيلوا حاجات كده كيس وده فالحمد لله قدرت الشرطة أنها تتعامل معاه وحواطوا المنطقة كلها وقدروا يصفوه وطبعا حصلوا منه على بعض القنابل اللي كانت موجودة وكانت كلها موجهة ضد الشرطة وضد الطلبة في جامعة القهرة وضد المؤسسات الدول احنا بنتكلم على التصوير العمليات دي كلها تهدف إلى إن أحفز الناس على إن هي تساعد الشرطة لأن موجهة مش بس شرطة أقول للناس إن الشرطة بتجتهد في اتصاد الإرهاب إن الشرطة لا تقلو جهدا في موجهة الإرهاب وإن هي عقدة العزم على التخلص نوعيا من مثل هؤلاء من أجل أن تحيا مصر حياة أمان الحاجة التالتة واللي احنا عايزين نركز عليها برضو بنقول إن مهما حاولوا ومهما شكلوا تنظيمات مهما استخدموا مادة السي فور الشديدة للانفجار مهما فجروا ومهما شكلوا تنظيمات ومهما خدوا تمويل ومهما أي حاجة رغم كل ده الشرطة المصرية بتواجه وأن الشرطة المصرية قادرة أنها توصل للعناصر دي وبدليل أن نحن قدرنا نحصل على قطة سيمان كبيرة جدا وعناصر ضخمة جدا كانت بتقود العمليات في الوادي الجديد تم القبض فيما تروح كان يقابدوا على خلية باني سويف في صحراء المينيا بعض العناصر اللي كانت ضخمة جدا بتقود الناس برضو اللي هي اتهمت فيه تفجيرات ثلاث كنايس دول تم القبض على بعض العناصر منهم حركة حسم اللي هي كانت بتروع وكانت الإخوان كانوا بيتكلموا عليها في خنواتهم برة كان يقولوا أن هم جايزة السيري بتاعنا زي ما نقولت لحضرتك حركة حسم قدر أن مجموعة تقترب من 300 فرد إرهابي 300 إرهابي تم تقدمهم للمحاكمة ونيابة أمن الدولة العالية طبعا قدمتها تحت قضية حسم واحد وبعض العناصر التانية تم القبض عليهم أطلقوا عليها حسم اثنين وإحنا في طريقنا أنه الدولة المصرية وجهاز الشرطة في طريقه أنه يقضي على هذه العناصر يجفف منابع التمويل يوقف منابع التمويل يوقف النشاط يتصدى طبعا العملية سيناء اللي موجودة في سيناء قدرت بزدود تجهد وجود العناصر دي لمنطقة الوادي الدولة بتواجه الإراب كله دولة جيش وشرطة وشعب طبعا شايد دعنيه وعارف أن الدولة المصرية أمنها مش بس جيش وشرطة لازم المواطن يكون في مقدمة الصفوف مع الجيش وشرطة وده اللي احنا لازم نركز عليه ونقول للشعب المصر بالتأكيد سيدة لواء يمكن العملية الشاملة سيناء 2018 كانت في يعني باطنها نفس الفسافة التي تتحدث عنها أنه رجال هذا الوطن على قلب رجل واحد تعاون يعني رجال الشرطة كان ليه مساهمة أيضا مع قواتنا المسلحة في إنجاح العملية الشاملة سيناء 2018 لأي ماذا تشير الأهمية ذلك يعني بالنظر إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق جهاز الشرطة في الأساس من تقديم الخدمات للمواطنين نعم ويشوفي هو أصلا يعني هو الواجب الأسمى أو الواجب الأساسي لجهاز الشرطة بزرعة الداخلية هو الحماية العامة للدولة هذه الحماية العامة للدولة بتتطلب جهد وتتطلب نوع معين من الأداء والتواجد الفاعل على الساحة والتفاعل التام مع المواطنين لأنه الأساس اللي يمكن حضرتك لازم نشير إليه إنه زي ما الإعلام بيدور في فلك الحس الجماهيري إنه الأمن أيضا بيدور في فلك الحس الجماهيري أما بالنسبة لي عن مواضيع معينة يعني أنت اللي حدث في منطقة سيناء أنت عرف منطقة سيناء أنت بتكلمي في 60 ألف كيلومتر مربح حدوثة يعني كويس هو احتواء عملية الاحتواء احتوات القوات انفاذ القانون المشكلة من أبناء مصر في القوات المسلحة وفي الشلطة وهذا الاحتواء دم يكن من فراغ ولكن كان بالتعامل الحرفي مع المواطن المصري المقيم هناك بهدف أسمى وهو حماية الساحة المصرية من كل ما يسعون إلى أن يحولوا بينها زي ما قلنا وبين انخراط في كارسة كان اسمها الفوضى الخلاقة الإنسان المصري هنا هو أنا بعتبره حجر الزاوية أنا بعتبر الإنسان المصري ده المعجزة المصرية اللي موجودة اللي عبرت خط برليف هي هي اللي جمدت سياسة الشرق الأوسط الجديد أو الفوضى الخلاقة بينزولها إلى الشرع في 30 يونيو كويس وهي أيضا اللي بتقوم بعمل بطولي زي ما أشار السيد رئيس الدولة في مواجهة التحديات اللي موجودة وخصوصا على الجانب الاقتصادي بعد سهر الصرف وهي أيضا اللي حتستمتع ببشاير الإيجابيات المقبلة بعد إن شاء الله ما هنبدأ حركة الدوران لكل ما يحدث في مصر من أنشطة اقتصادية وربنا كمان بيدي أنشطة منجمية من تحت القضر في الغاز وفي البترول والدهب في السكري كل ده أنا شايف أن أبنائنا وإخواتنا والأهلين في مصر يعيشوا في الظل هذه الأوضاع الإيجابية إن شاء الله إن شاء الله أستاذ بلال يمكن سياق الوقت ذكر في سياق حديث منذ البداية يعني أشار إلى أسر الشهداء في كل تكريم لأسر شهداء الشرطة بنجد حماسة وإصرار من أمهات من زوجات من حتى أبناء أطفال رغم يعني الفقد ورغم ألم الفقدان إلا أنه فيه إيمان بدور رجل الشرطة في الحفاظ على هذا الوطن في رأيك إنه هذا عزز من صورة رجل الشرطة في الشرع المصري ويعني التغلب على كل المحاولات السابقة لإحداث الوقيعة ما بين الشعب والشرطة طبعا طبعا كل ده أثر طبعا على عقلية المواطن المصري لأن المواطن المصري شاب يعنيه ما حدث طوال السنين اللي فاتت كانت البلد فيه فوضى كنا بنقول زباط الشرطة تفضلوا نزلوا إحنا يعني فيه خطأ حصل خطأ طبعا إحنا مشرادين عنه بعض الناس اللي هما كانوا بيقولوا عن نفسهم ناشطين واتضح أنهم ما قبضين والكلام ده كله بقى كانوا بقولوا إيه قطعهم أمن الدولة والكلام الفاضي ده طبعا إحنا مشرادين عن الكلام ده الناس اللي بتقول كده طبعا الناس مأجورة فيما بعد اتضح إن هما أصلا حطين إيديهم في إيدي جماعة الإرهابية التي بتستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية بتقول أنا أو الدولة يعني حطين الجماعة في كفة وحطين الدولة في كفة وده للشعب المصري رفضوا في تصور الثلاثين يونيو العظيمة إحنا بنقول أنا عن نفسي بقول إن كلام اللي حالك بتقول ليه نابع من إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو القيادة السياسية على التركيز على الأمن المصري وهو ده اللي في كل كلام وبيتكلم فيه بيتكلم بيقول أن لو للأمن مش هيكون فيه نهضة اقتصادية لو للأمن مش هيجيلك مستثمرين لو للأمن مش هنروح نعمل نهضة ونعيش فيه رخاء وننفذ المشروعات الطرق والكباري والكلام ده كل إحنا بنتكلم عن أمن واستقرار بيؤدي إلى زيادة معدل النمو نهضة اقتصادية ملحوظة الدولة بتقدر تطلع لقدام فاللي رسخ الكلام ده العقلية الأمنية الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي وبناء عليه نحن لما بنتكلم معنا عن الأمن بنتكلم معنا أن الدولة ذات نفسها مهتمة بالأمن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنا بصفتي متابعة للملف الأمني من أكثر من 16 سنة بقدر أقيم الموضوع ده أقول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدر أنه يلمي شامل الشرطة قدر أن يدعم الشرطة يلبي للشرطة ما تحتاجه من طبعا لأننا عارفين أنه في فترة الفوضى في 2011 قدر الخوانة الناس الخوانة المأجورين قدروا أنهم يحرقوا أكثر من 3500 سيارة شرطة فالشرطة كان عندها انتكاسة فيما يتعلق بأدواتها والعدد والتسليح بتاع ذات نفسه قدر أن نوقف الشرطة على رجليها وبالتالي نقدر نحفظ أمن المواطن حاجة جديدة الرئيس عفتاح السيسي بيتكلم فيها أننا داخلين على مشروعات قومية جديدة داخلين على محطات كهرباء جديدة داخلين على مشروعات سروة سماكية جديدة داخلين على مشروعات صوب الزراعية جديدة فالكلام ده كله بيروح لمناطق جديدة كل ده محتاج تأمين العالمين الجديدة محتاجة تأمين المنصورة الجديدة محتاجة تأمين كل ده محتاجة تأمين فالشرطة بتأمن ده. طرق جديدة ده محتاج تأمين. فلولا إن الاستراتيجية أمنية بتمشي في نفس السياق مع الاستراتيجية الاقتصادية. وده الفكر اللي ماشي بالرئيس عبد الفتاح السيسي. ما كناش هنشوف اللي احنا شايفينه النهاردة. لازم المشروعات دي بتحتاج أمن. كل ده استراتيجية بتنفي الصح. إدر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يلبي كل مطالب جهاز الشرطة ويدفع دفع معناوي طبعا ودفع لأنهم أبطال. احنا بنتكلم عن أعداد قاربة 3000 شهيد في الشرطة. كل ده بيؤكد إن رجال الشرطة المصرية دفعوا 3000 شهيد في فترة يعني يا حضرتك بتوصق رقم دفع فترة كم سنة تحديد؟ احنا بنتكلم أنا بتكلم في 3000 في الفترة من 2011 لا من بعد 2012. من بعد وجود الإخوان في السلطة. لأن كان بدأت الصراعات وبدأ استهداف الشرطة واستهداف الجيش واستهداف القضاء واستهداف الأقباط واستهداف الدولة كلها. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن رجال دفع حياتهم ثمن لبقاء الدولة المصرية. احنا بنتكلم عن جهاز شرطة عريق قدر جميع قطاعاته. أنا بتكلم لو هاجه قيم جهاز الشرطة طبعا بقول لجهاز الشرطة دلوقتي إن النجاحات اللي تمت فيه مواجهات الإرهاب قدرت إن احنا نعطي قدرا من الوقت للمحاربة الجنائية. دلوقتي أي قضية بتتمسك أي قضية فورا بيتم القبض على الجاني يوم واثنين بسرعة يعني. فبالتالي ده نجاح في الأمن الجنائي. نعندي أمن في محاربة الإرهاب أمن الجنائي أمن الناس اللي هم المخدرات فيه أعضايا كبيرة جدا بتتم أمن مكافحة للناس اللي هم شرطة التموين عاملة شغل جامل جدا الأمن العام برضو والمديرات الامن الامتشارة الأمن قوي جدا إحنا لو هنتكلم دلوقتي من أول يناير إحنا شايفين كذا مناسبة يعني أول حاجة عياد بيتير ومناسبات عياد الميلاد مهمة ملقاة على الشرطة 25 يناير عيد الشرطة كل دي مناسبات فيه استنفار أمن كبير جدا فيه تواجد للشرطة جامد فيه دوريات أمنية فيه دوريات أمنية مستمرة فيه عمليات وكمين في كل حتة سبتة ومتحركة فيه على الطرق السريعة فيه على الطرق الزراعية فيه في انتشار أمن على مداخل ومخارج المدن فده كله فيه بيقول أن الشرطة المصرية صلبة قدرت أن هي تقف على رجليها وتحفظ أمن المواطن وبالتالي احصل فيه استقرار في البلد سيادة الوقت هذه المعادلة التي خاطت فيها مصر وكان فيها تحدي كبير معادلة الحفاظ على الأمن بالتوازي مع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المشروعات التنموية تأمين احتفالات المواطنين بمختلف المناسبات والإعياد وعدم شعورهم بأي خطر كل ذلك يعني إزاي شائف نجاح مصر في تحقيق هذه المعادلة الأمن مع التنمية شوفيه الأمن هو حجر الزاوية زي مقال أستاذنا كويس فيه كافة الأنشطة اللي موجودة على الأرض بمعنى لما نجي نبص على ما يطلق عليه الأمن القومي هنجد أن مفهوم هذا الأمن القوم عبارة عن الاستخدام الأقصى لكل قوى الدولة بنفتح قوز هنا هنلاقي قوى بشرية قوى زراعية قوى صناعية قوى منجمية قوى منحلية قوى سمكية قوى روحية دينية وقوى أمنية هذه القوى الأمنية ليست فقط الممارسات الخاصة بضبط الجريمة ومنع وقحة كويس وحالة الحماية العامة بشكلها اللي احنا شايفينه في الدولة ولكن هنجد مثلا أنه التفاعل التام يعني الجمارك هي قوى أمنية بتحمي الإقتصاد المصري المصنفات الفنية هي قوى أمنية بتحمي الفكر والمفاهيم الفكرية القيم دي كلها بتحميها القوى الأمنية ولكن مع التفاعل التام بكافة القوى المطروحة على الساحة بصفة عامة وأنا أعتقد أن أهم حاجة فيها دلوقتي أو لنا بتمنى أنها يعني هي ما تسمى بالقوى النعمة القوى النعمة اللي أساسها الإعلام اللي أساسها سواء كان مقرؤ أو أو مرئي أو مسموع ده أنا شايف أنه في المرحلة القادمة لازم نعيش تفاعل وتناغم تام ما بين كل هذه القوى التي أعطاها الله لمصر وتنميتها وسقل أبنائها والارتقاء بكل الأداء المصري إلى ما يتناسب مع مستقبل أو مع الأوضاع القادمة اللي إحنا لازم هنعيش فيها ولازم هنعيشها ودون ما أي نوع من أنواع أني أنا أبرر أو أني أنا أقول أني أنا أصد مش عارف لا 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 خلاص تجاوزنا إحنا المراحل دي أنا أعتقد أنه من بعد اللي شفناه في الأوضاع اللي كانت غريبة علينا كمصر كمصريين إن إحنا لازم بقى نقفز فوق هذه العوائق ونبتدي نعايش مستقبلنا بما يتمشه مع الأوضاع التي يفرزها العالم الجديد والقرن الواحد وعشرين والله يوفق يا رب بشكركم شكرا جزيلا سيدة الواء محمد زاكي مساعد وزير الداخلية سابقا أستاذ بلال أدوي الكاتب الصحي شكرا جزيلا لحضراتكم أشكركم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا